اشهد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الثالث والرابع والخامس والسادس في سباق كاسل سيجراد بفرنسا لمسافة 160 كم يؤكد المستويات الكبيرة التي بات يحققها الفريق الملكي في مختلف البطولات التي يشارك فيها وقد عرب سموه عن سعادته البالغة بتحقيق الفريق الملكي للقدرة للانجازات في سباق فرنسا وتاهل البطولة القدرة العالمية التي ستقام في سبتمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية في مشهد يؤكد قوة الفريق الملكي والخبرة العالية التي يتمتع بها الفرسان في التعامل مع مختلف الظروف أملا في الوصول إلى الأهداف التي وضعها الفريق للوصول إلى منصات التتويج مشيرا سموه إلى أن موقع السباق كان صعبا جدا وأرضيته وعرة لذا حرص الفريق على اتباع خطة فنية وتكتيك خاص في كيفية التعامل مع مثل هذه الأرضيات وصولا إلى خط النهاية والمحافظة على سلامة الفارس والجواد وأشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد بأن جميع الفرسان كانوا بحاجة إلى نتائج إيجابية والمراكز الأولى لإعطاء الفريق دفعة معنوية للمشاركة المقبلة التي نتوقع أن تكون قوية جدا من الناحية الفنية والتي تتطلب تحضيرات كبيرة ومغايرة ومشيرا للنتائج الإيجابية للفريق تؤكد أن الفرسان باتوا على استعداد تام لخوض غمار التأهل إلى بطولة العالم للقدرة بعد أن ضمن الفارس رائد محمود التأهل أما بقية الفرسان فيتطلب منهم التأهل عبر السباقات المقبلة وضف سموه إلى أن إقامة السباق في منطقة صعبة وبعد تجاوزها بهذا الكم من الإنجازات ارتفعت معنويات الفريق الملكي مشيدا بالنتائج التي جاءت بحسب الخطة الفنية التي تم وضعها لمثل هذه السباقات القوية شكرا للمشاهدة